من أولي قناة إخبارية في الجزائر أحيكم مشاهدين أهلا بكم من أخبارنا المحلية البداية ستكون بأشيان الأمنية حيث تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولئية للشروط القضائية لأمن وليت عينتي موشنة من حدز 59 طرد من المخدرات والمتمثلة في القنب الهندي تحمل عدة علامات حيث قدرت الكمية الإجمالية لها بـ 14 كنتار و50 كيلوغرام من المخدرات وذلك على إثر التحريات الدقيقة التي قامت بها عناصر فوج التحقيق مكنت من تحديد مكان المستودع المستعمل من قبل الشبكة في تخزين المخدرات والكائن بالشريط الحدودية الغربي للوطن فيما لا يزال التحقيق مفتوحا ومتواصلا من قبل ذات المصالح المزيد في ميكروفون كمال بوعز عبيدة تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحديدا فرقة قمع المخدرات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية لأمن ولاية عينتي موشنت من تنفيذ عملية نوعية تمكنت من خلالها من حجز 14 كنتار و50 كيلوغرام من الكيف المعالج العملية هذه تمت بأحدى المناطق الحدودية تحديدا بأحد المخازن المستعمل من قبل الشبكات الإجرامية النشطة في هذا الجرم المنظم أمنيا دائما تمكنت وحدات الجمارك بولاية بورج بوريليج أمس الخميس من حظ بضاعة مهربة تتمثل في سجائر ومشتقاتها لما يقارب الأربعة ألاف وستمائة وسبعين خرطوشة من أنواع مختلفة ومقدرة بمبلغ سبع ملايير سنتيم ونصفة بالإضافة إلى حظ شاحن محمل بألفين وأربعمائة كيلوغرام من التبغ مع تسعين ألف غلاف يحمل أعلاما لشركة الوطنية للتبغ والكبري تلمزيد في ميكروفون مرسلنا حسن مدين بن عثمان بعد المطاردة تم توقيف السيارة تفتيشها تم العثور على بضائع مهربة تتمثل في سجائر من نوع فيشر حوالي 2300 خرطوشة 450 خرطوشة من نوع مانشستر و1920 خرطوشة من نوع المعسل نوع الفاخر قدرت القيمة الإجمالية بسبعة ملايير وخمسمائة سنتيم توقيف شاحنة من كاس واسونت محملة بالشمة حوالي 2400 كيلوغرام من الشمة وتسعين ألف غلاف يحمل علامة الشركة الوطنية للتبغ والكبري إلى موضوع آخر تتوصل انتهاكات حرمة الموتى عبر مختلف مقابر ولاية الوطن العينة هذه المرة من ولاية غلزان حيث أدت أشغال إنجاز شبكة صرف السحيب المقبرة إلى تناصل رفاة الموتى في مختلف جهاتها ما دفع بالسكان المنطقة بمطالبة السلطات المعنية بالتدخل المزيد في هذا التقرير لحمزة زروقي والنجمة بكرشا اهتز سكان بلدية المطمر بولاية غلزان على وقع شغال إنجاز شبكة صرف السحيب داخل المقبرة الإسلامية المتواجدة وسط المدينة هذا العمل الذي أدى إلى هدم عديد القبور وتناثر رفاة الموتى في جميع الاتجاهات مما أتار حفظة المواطنين الذين اعتبروا أن ما حصل هو أمر مأسوي وشيء لا يمكن السكوت عنه المقبرة هذه داروا فيها هذا المشروع بيذون يعلم لما يعلموا الناس اللي معنين بالأمر هنا راحوا جاءوا وهم صوا في البروجيتة حمرهم عندهم أربع أيام خمس أيام في البروجيتة هذا راحوا توشوا البيز اللول بلعوا المقبرة فور سماع السكان لهذا الخبر والتأكد من انتهاك حرمة موتاهم قاموا بمطالبة على إثرها السلطات الأمنية التدخل من أجل وقف هذا الاعتداء وفتح تحقيق حول الحادثة ومحاسبة المتورطين هذا المشروع ماذا بينا مليح للبلدية المتمر لكن فيه شورط فيه شورط نحن المسؤولين نتصل به يقولنا أنه ليس لي علم بذلك نطلب التدخل من سيد والي الولاية أولا والي الولاية ثانيا رئيس دائرة المتمر بيخذوا إجراء صارم هذا الزيقو هذا اللي داروه أمر يثير الدهشة حقا في وقت أصبحت فيه المشاريع تنجز على حرمات المقابر ما يدل على عشوائية الدراسات بدورنا حاولنا الاتصال برئيس البلدية مرارا وتكرارا لكنه لم يبدي أي نية في الرد عن هذا الأمر إلى جنوب الوطن تعرضت عدة محلات وزعت في إطار دعم تشغيل الشباب بولاية تامنراستة تعرضت إلى التقريب والإهمال بسبب سياسة التسييم فبالرغم جهود السلطات المحلية من أجل أقول ترقيتها وإدخالها حيز الخدمة إلا أن المستفيدون لم يستعوا لفتحها من أجل استغلالها والمستهمة في تقليص نسبة البطلة مزيد في ميكروفون مرسلنا عبدالرزاق حجي أنه من المؤسف أن نرى هذه الإعانات التي قدمت من طرف الدولة تكون كمهب الرياح كما نشاهد المحلات يا متاسخة يا مقفلة 24 ساعة على 24 ساعة طيلة أيام السنة هي محلات كانت سابقة الأول عندنا في المجلس نرقينها مخدومة ومريحة ولكن كانت لجنة هكا على مستوى الضائرة ومستوى البلدية اللي كانت توزع هذه المحلات للشبيبة وبما أن الشبيبة ادوا هذه المحلات وعطيناها من المحلات هذه صبحت المحلات هذه مهملة كاي اللي نحوا البيبان كاي اللي كسرواهم كاي اللي لحوا فيهم الأوساخ صبحت هذه المحلات مهملة يشكل اقتناء الجياد العربية وتربية الخيول موروثا أساسيا لدى بعض العائلات بولاية عينتي موشند حيث تمثل لهم أحد مكونات الهوية التاريخية بين من يستثمر فيها وبين من يكتفي بتربيتها فقط كمال بوعز عبيد وحمد عودي تربية الخيول إحدى الهوايات المفضلة لدى فئة واسعة من سكان مدينة عينتي موشند منهم من يمارسها في أجواء تقليدية حيث تمثل بالنسبة لهم أحد مكونات الهوية التاريخية فيما يحبظ البعض الآخر الاستثمار في تربية هذا الحيوان خطر عنا مركب قرية سياحية دوريان بيتش كلوب اللي في ترقا وعاولنا نديرو ديزيكسكورسيون أفك دي كاليش نجيبو دي كاليش من بسكرة وبالبريش العواد ندعنا للسواح الجزائريين خاصة والأجنبيين بسفة عام هناك فكرة باش تكون استثمارات في تربية الخيل بطريقة عصرية لاحتياجات أولا احتياجات سياحية يعني كما قال لك أنه ممكن تستعمل هذه الخيول في مجالات شتى وخاصة بالنسبة للسياح اقتناء الجياد العربية يشكل موروثا أساسي لدى بعض العائلات من الأبي إلى الإبن حيث اقترنا اسم بعض الجياد أحيان بأسماء مربيها سعي مربو الخيول ومبتغاهم بولاية عينتموشن تعد خطوة مهمة لتعزيز التراث العربي المتمثل في تربية الخيول العربية الأصيلة وصولا بها إلى المحطات العالمية المختصة في هذا الشأن وتطويره وبهذا مشاهدين ننهي أخبرنا شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء